استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المدلس اللي على حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهدي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مدلس القضاء صباح اليوم الخميس أعضاء مدلس القضاء وذلك في مكتب سمو الحاكم في إطار اطلاع سموه الدائم والمستمر على أكافة المستجدات في إمارة الشارقة استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء التقى سموه أعضاء مجلس القضاء في مكتب سمو الحاكم ورحب صاحب السمو حاكم الشارق بالحضور مشيرا إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع والعمل على نشر العدالة والالتزام بالمهام الموكلة لهم وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روحه وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء وشدد سموه على الالتزام بكافة المبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية مما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة حيث لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير مؤكدا على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين وأشار سموه إلى أهمية إرساء قيم الحق والعدل بين من يلجأون إلى المحاكم لحل خلافاتهم على أن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة التربويين وموجهين يسعون بين الناس بالخير أولا للحفاظ على ترابط المجتمع وضرورة مساعدة أفراده وأكد سموه أيضا على ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش من جانبهم وجه أعضاء المجلس شكرهم وأمتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ثقة الغالية لاختيارهم في المجلس معاهدين سموه على أن يكونوا على قدر هذه الثقة وأن يعملوا على تطبيق نصائح وتوجيهات سموه الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه